اشتركوا في القناة انواع الامثالبيات اللي اخذنا في محاضرة رقم خمسة وحكينا على النوع الاول من انواع انثال بالتفاعل اللي هو انثال بالتكوين القياسي اللي رمزناه بالرمز دلتا اتش اف القياسي واخذنا النوع الاول بكل تفاصيله وحكيناه بكل الامثلة والتمارين طيب اليوم وصلنا الى النوع الثاني يا طلاب اللي هو حرارة او انثالبي الاحتراق القياسي اللي هو نرمز له بالرمز دلتا اتش سي مثل ما بديني بتفاصيل دلتا اتش اف القياسي كتعريف بوقتها وقلنا هي كمية الحرارة المنبعثة او الممتصة اللازمة لتكوين مول واحد من اي مركب من عناصر الاساسية عند 25 سيليز وضغط واحد اتموسفير يعني في الظروف القياسية وتقاس بوحدة الكيلوجول لكل مول مع ملاحظاتها كذلك نفس الترتيب سناخذ بالنسبة لحرارة او انثال بالاحتراق القياسي يا طلاب النوع الثاني حرارة الاحتراق القياسي اعرفها على انها كمية الحرارة المنبعثة ما اقول منبعثة او ممتصة لا كمية الحرارة المنبعثة يعني المتحررة يعني الناتجة فقط المتحررة من حرق مول واحد من اي مركب او عنصر اذا هي كمية الحرارة الناتجة اي المتحررة اي المتولدة من احتراق مول واحد من اي مركب او عنصر حرقا تاما مع الاكسجين عند الظروف القياسية اللي هي 25 سليزي وضغط واحد اي كي ام وتقاس بوحدة الكيلوجول لكل شنوى تقاس بوحدة الكيلوجول لكل مول ملاحظاتها الاساسية يا طلاب مثل ما اخذنا ملاحظات اساسية بالنسبة لانثال بالتكوين القياسي واحنا مع الملاحظات اللي راح نشرحها على حرارة او انثال بالاحتراق القياسي راح ناخذ بعض التفاصيل مثل اوجه المقارنة ما بين دلتا اسي و دلتا اتش اف الملاحظة رقم واحد يا طلاب من خلال التعريف وانت جاي تقرأ انه هي كمية الحرارة المتحررة اي الناتجة اذا بما معنى ان اشارة دلتا اتش سي هي سالبة فقط سالبة فقط اذا النقطة رقم واحد بالمقارنة ما بين انثال بالتكوين القياسي وانثال بالاحتراق القياسي من عرفنا انثال بالتكوين القياسي قلنا كمية الحرارة المنبعثة او الممتصة اي بما معنى ان دلتا اتش اف القياسي ممكن تاخذ اشارة سالبة وممكن تاخذ اشارة مجبة بينما دلتا سي القياسي لا إشارتها سالبة فقط لأن كل عملية احتراق يعني بما معنى انبعاث أو توليد للحرارة وبالتالي كل انبعاث يعني إشارة سالبة فقط إذن هسا نقطة رقم واحد أنه لا يمكن أن تكون إشارة دلتا سي غير الإشارة السالبة نهائيا ما صير إشارة موجبة نقطة رقم اثنين يا طلاب إذا كان المحترق باعتباران جاي سولف على عمليات احتراق أو حرارة احتراق فإذا كان المحترق من المركب أو العنصر لأن حرارة الاحتراق نحن نأخذها يا طلاب لجزئين رئيسيا أنت يأما تحرق عنصر يأما تحرق شنوى يأما تحرق مركب فإذا كان المحترق من المركب أو العنصر مو الواحد مع كمية كافية من الأكسجين هذا معنى أن إنثال بالتفاعل هو نفسه حرارة احتراق هذا العنصر أو هذا المركب متى تتساوى يا طلاب أنا لو أسألت هسا السؤال مثل ما سألنا متى تتساوى إنثال بالتكوين هذه المقارنة الثانية متى تتساوى إنثال بالتكوين القياسي دلتا اتش اف القياسي متى تتساوى مع دلتا اتش اار القياسي في وقتها قلنا إذا توفر شرطين رئيسيات أن المتكون مول واحد من المركب وشرط من عناصر الأساسية بأثبت صورها إذن هذا مقارنة أخرى متى تتساوى دلتا اتش سي القياسي مع حرارة التفاعل العامة دلتا اتش اار إذن إذا كان شنوى إذا كان المحترق من العنصر أو المركب يا طلاب مول واحد مع كمية كافية من الأكسجين إذن هذا بما معنى شنوى بما معنى أنه يتوفر إذا توفر هذا الشرط أن المحترق مول واحد من المركب أو العنصر بما معنى أن حرارة احتراق هذا المركب أو حرارة احتراق هذا العنصر هو نفسه انثالبي التفاعل شنوى نفسه انثالبي التفاعل العام نفسه انثالبي التفاعل العام طيب متى لا تتساوى دلتا اتش اار القياسي مع انثالبي الاحتراق القياسي للعنصر أو المركب إذن إذا كان المحترق من العنصر أو المركب لا يساوي واحد مول يعني إذا فقدنا الشرط الأساسي للتساوي أن المحترق لا يساوي مول واحد إذن بما معنى حتكون عندنا دلتا اتش اار القياسي لا تساوي دلتا اتش اي القياسي نفس المقارنة من شنوى نقول أن دلتا اتش اف القياسي شوكت لا تساوي لي دلتا اتش اار القياسي قلنا لما ينفقد واحد أو كل الشرطين أما أن المتكون لا يساوي مول واحد أو يأما ما متكون من عناصره الأساسية بينما شوكت يكون دلتا اتش اي القياسي لا يساوي دلتا اتش اار القياسي عندما المحترق من العنصر إذا كان المحترق من العنصر أو المركب المحترق من عنده لا يساوي شنوى لا يساوي مول واحد لا يساوي مول واحد طيب يا طلاف في حالة عدم التساوي في حالة عدم التساوي ونروح إذا ردنا نعرف انثال بالتفاعل بشكل عام يعني انثال بعملية الاحتراق أو إذا ردنا نعرف كمية الحرارة المتحررة من احتراق مول واحد من هذا العنصر أو هذا المركب رح نروح إلى هذا العلاقة الجزئية البسيطة أن حرارة احتراق العنصر أو المركب تساوي انثال بالتفاعل على عدد مولات المادة المحترقة واللي هو تماما يا طلاب يشبه القانون اللي هو في حالة عدم التساوي ما بين دلتا اتش اف القياسي ودلتا اتش ار القياسي جدنا نقول ان دلتا اتش اف القياسي انثال بتكوين المركب يساوي لدلتا اتش ار على عدد مولات المادة أو المركب المتكون هنا نفس الآلية ونفس التفصيل في حالة ان دلتا اتش ار القياسي لا تساوي دلتا اتش سي القياسي لأنه المحترق لا يساوي مول واحد فالروح الى هذه العلاقة اللي هي حرارة الاحتراق القياسية تساوي لدلتا اتش ار القياسية على عدد مولات المادة المحترقة على عدد مولات المادة المحترقة اذا صارت عندي ثلاث تفاصيل يا طلاب ثلاث تفاصيل او ثلاث ملاحظات اساسية انا المفروض اعرفها وادركها لحرارة الاحتراق القياسية انه حرارة الاحتراق القياسية دائما اشارتها سالبة نقطة ثانية ان دلتا اسي القياسي تعتبر نفس ان ثالب التفاعل بشكل عام اذا كان توفر عند الشرط الرئيسي ان المحترق مول واحد مع كمية كافية من الاكسجين طيب ولو في حالة كون ان المحترق لا يساوم الواحد بما معنى ان حرارة الاحتراق ما تساوي لانثال بالتفاعل بشكل عام وبالتالي اروح الى العلاقة اللي هي تقول ان دلتا اسي دارت تحسب حرارة الاحتراق دلتا اسي تساوي لدلتا اتش ار على عدد مولات المادة المحترقة وهنا انتبه عليها هذا المعادلة مش عرض نحسب بها بس دلتا اسي يا طلاب ما احنا مرات ينطينا حرارة الاحتراق ويريد انثال بالتفاعل او مرات انا عندي انثال بالتفاعل مثل ما هسا راح ناخذها بالامثلة مرات عندي انثال بالتفاعل وبالتالي شنوى بالتالي اريد حرارة الاحتراق نقطة جوهرية اخرى بالمقارنة مع دلتا اتش اف القياسي حتى لا تفوتني اذكرها يا طلاب دلتا اتش اف القياسي يعني انثال بالتكوين القياسي قلنا عندنا ملاحظة مهمة جدا انه لأي عنصر حر هذه قيمة تساوي لشنوى تساوي للصفر خلي بالك هذه الملاحظة ما موجودة في دلتا اتش سي القياسي يعني ماكو دلتا اتش اف لأي عنصر حر لأي عنصر حر تساوي للصفر لا ماكو هاي الملاحظة حرارة الاحتراق القياسية محسوبة للمركب وللعنصر بينما دلتا اتش اف محسوبة فقط للمركب لذلك تعتبر للعناصر الحر تساوي للصفر بس كون شرط يا طلاب شنوى باثبت صورها الصورة الثابتة دلتا اتش اف الها لا تساوي للصفر سيشون قلنا مثلا الكاربون الكاربون الى صور تيم ماس وقرافيت الصورة الاثبت قلنا لقرافيت هذا دلتا اتش اف الى تساوي للصفر بينما للماس دلتا اتش اف لا تساوي للصفر بينما حرارة الاحتراق القياسية لا محسوبة بشكل عام لكل العناصر ولكل المركبات يعني حرارة احتراق اي عنصر حرارة احتراق اي مركب قيمة معروفة لكن بالاشارة شنوى لكن بالاشارة السالبة بالاشارة السالبة احنا في جزئنا الاول بالمحاضرة يا طلاب خلي نعرفك اول مرة معادلات الاحتراق او عمليات الاحتراق تقسم الى تقريبا ثلاثة اقسام رئيسية حصرناها اليك هو الجزئين طبعا الاول والثاني اللي هتعتمد عليهم واحنا مثل ما قلنا يا طلاب انه حرارة التكوين القياسي يعني انواع موضوع انواع الانثالبيات حرارة التكوين القياسي وحرارة الاحتراق القياسي اعتبرون عصب الفصل الاول لانه انت حتعتمد عليهم هواي هواي بموضوع او بالمواضيع الجاية اللي هي حسابات انثال بالتفاعل وما بعدها فيحتاج انه نفهم كل جزئيات انثال بالتكوين وانثال بالاحتراق عمليات الاحتراق او تفاعلات الاحتراق بالشكل العام يا طلاب تقسم وفق منهجنا الى جزئين او الثلاثة بس جزئين الرئيسيات الاولى حرارة او عملية او تفاعل الاحتراق الاول هو تفاعل الاحتراق العنصر مع الاكسجين يا طلاب اي عنصر يتفاعل او يحترق مع كمية كافية من الاكسجين حيكون لي مركب على شكل اوكسيد العنصر يعني انا مطالب كطالب انه اعرف اكتب معادلة احتراق اي عنصر مع الاكسجين لكن طبعا انت من تكتب معادلة الاحتراق وتمطناتش شرط انه تخلي للمعادلة معادلة موزونة لانه ما يمكن كتابة معادلة سواء كانت معادلة تكوين ولا معادلة احتراق اي معادلة بشكل عام يجب ان تكون خارعة لعملية شنوى لعملية الموازنة فاني اذا رتكتب عمليات او تفاعلات احتراق مثلا مجموعة من العناصر واني اختررت لك طبعا هاي العناصر اللي انه هي العناصر المتداولة بالفصل الاول اللي هي الركز عليها احنا بالمنهج يعني اذا كتبنا تفاعل احتراق عنصر الكاربون مع من مع الاكسجين تمام اذا كتبنا تفاعل طبعا هذا تفاعل جدا مهم وهوالي ستستغله الهايدروجين كذلك تفاعله مع من مع الاكسجين وانطي ناتج الالمنيوم يتفاعل معه من مع الاكسجين وانطي ناتج مغنيسيوم عنصر يتفاعل مع الاكسجين وانطي ناتج حديد يتفاعل مع الاكسجين وانطي شنوى وانطي ناتج طبعا هاني جاي اقول ان العملية عملية ثابتة احتراق اي عنصر مع الاكسجين ينطي ناتج على شكل اوكسيدل شنوى اوكسيدل عنصر يعني سي الكاربون على شكل غرافيت يتفاعل مع الأكسجين ينطين سي أو تو اللي هو ثناء أكسيد الكارب يعني الكاربون على شكل غرافيت يتفاعل مع غاز الأكسجين ينطين غاز ثناء أكسيد الكاربون مهمة جدا جدا وهو أنت حتستخدمها من أجي أخضع لعملية الموازنة أنت يا طلاب لاحظ لي المركب الناتج المركب شنوه المركب الناتج كم ذرة كاربون كم ذرة كاربون بوحدة هاي أنا ما أخذ وحدة ذرة كاربون كم ذرة أكسجين بثنين هاي أنا ما أخذ شنوه ما أخذ ثنين ذا أنا جاي أكتب معادلات يا طلاب تخلي في بالك فكرة جدا رئيسية أنت من تروح تكتب معادلة احتراق تمام ولا تكتب معادلة تكوين أنت في كل الحالتين إذا كتبت معادلة احتراق أنت جاي تكتب معادلة احتراق مول واحد لأن إحنا مرة راح ننطيك انثال بيات الاحتراق مثل ما راح نشوف هسه بعد يعني بالجزء الثاني من المحاضرة مثل ما راح نشين بالانثال بالتكوين يعني بالمحاضرة السابقة أن قيمة انثال بالتكوين القياسي اللي ننطيكياها بالسؤال هي دائما محسوبة لتكوين مول واحد وكذلك إذا نطيناك دلتا ات سي لأي عنصر ولأي مركب من تريد تود هذه القيمة إلى معادلة أنت لازم تكتب عملية أو تفاع الاحتراق مول واحد من مول واحد من العنصر طبعا أنت من تجي توازن يا طلاب لاحظ أن المركب المتكون اللي هو أوكسيد العنصر أنت كون حافظ أعداد التأكسود يا طلاب أن الأكسجين وينما أشوف آني شحنته شنوى شحنته سالب اثنين لأنت أول مرة وازن المركب على أساس أعداد التأكسود وبعدين كمل موازنتك على أساس الذرات الأكسجين سالب اثنين كأكسيد سالب اثنين تمام فالمركب اللي كتبه المفروض إذا هو متعادل يعني مجموع شحنات السالبة والموجبة تساوي لشنوى تساوي للصفر فهذا المركب حتى يطلع متعادل المفروض أن الأكسجين شحنته أو الأكسيد شحنته سالب اثنين فاثنين فيه سالب اثنين لا سالب اربعة يعني بما معنى أن الكاربون شحنته شنوى شحنته موجب اربعة من كتبنا المركب متوازن من ناحية الشحنات هسا نبدأ بموازنة الذرات إذن هذا المركب شحناته سالب اربعة مقابل موجب اربعة إذن صافة من ناحية شنوى موازنة الشحنات الذرات بكاربون وحدة هاي وحدة كاربون اكسجين اثنين هاي أنا ما أخذ اكسجين اثنين وانت لا تنسى مو من حقك تروح تكتب مثل ما راح تشعنا بالمحاضرة السابعة أن العناصر السابعة اللي هي كاربون اللي هي اكسجين هايدروجين نايتروجين ويا هالكلور والفلور والبروم واليود هذا من ينكتب عنصر لوحدة داخل فيه تفاعل يعني مضمن مركب لازم ينكتب بالصيغة الجزئية يعني O2 H2 N2 F2 CL2 وهكذا اوكي إذن هذا المعادلة الأولى معادلة متوازنة المعادلة الثانية كذلك مهمة جدا وهو يتكرر عليك بالأمثلة والتمارين والأسئلة معادلة احتراق الهايدروجين اللي هو يحترق ينطيني شنوى ينطيني L ما H2 شنوى H2O هسه ينطن الماء على شكل سائل ينطن الماء على شكل غاز الى آخره ما كفد مشكلة اوكي بس المهم القضية قضية شنوى قضية موازنة هذا ال H2O مركب متوازن يا طلاب من حيث الشحنات الهايدروجين بذرتين بالمي هاي أنا ما أخذ ذرتين لكن لو تلاحظ الأكسجين شقيت وحدة بالمي مو من حقي اروح اقول هاي اثنين اقول اخلي هنا اثنين حتى يصير المتقابلات ومتوازنات لا لا المي هو صيغته ثابتة H2 شنوى H2O انت تصرف بعد بعملية الموازنة انت تحتاج بالمي ذرة اكسجين وحدة وانت ما اخذ اكسجين ما تقدر تغيرها هي لازم اوتو فاني اريد وحدة مقابلها المفروض ايضا تكون وحدة حتى المعادلة تطلع متوازنة اذا بما معنى راح اخذ نصف شنوى نصف جزيئة اكسجين حتى الاثنين تروحوا يا من ويا الثنين تبقى عندي ذرة اكسجين وحدة مقابل شنوى مقابل ذرة اكسجين شنوى مقابل ذرة اكسجين وحدة لأن الفاعلين قطت لك هو مهمات وهي تحتاجها الامنيوم الغر крепقى عنوز هأرد معة ال اكسجين حينتيني المفروض اكسيد الالمنيوم لأنى من نجو في رصيغة اكسيد الالمنيوم اكتب هذه الصيغة اوكسيد منوا اكسيد الالمنيوم في نق 기분 كل اسم اخله الشنوى اخله الصيغة اذا الظذا الالمنيوم هنا عنددي اكسيد وهنا عند الأوكسيد هسا لاحظ عليه هنا طلاب شلور راح أستغل عملية الموازنة أول مرة بيش بالشحنات المركب اللي انت كتبته يا طلاب اللي انت كتبته A-L-O الأوكسيد وين ما كان شحنته شنوى شحنته سالب اثنين انت لازم الصف المركب الناتج تكتب لصيغة مركب صحيح من ناحية أعداد التأكسد ومن ثم تبدي موازنة شنوى الذرات الأوكسيد وين ما كان سالب اثنين الألمنيوم عدد تأكسد المفروض انت حافظه موجب شنوى موجب ثلاثة فهسا الصيغة ما متوازنة من ناحية شنوى من ناحية أعداد التأكسد فانت حتى توازنها يا طلاب فرق هذا عند ثلاثة وهذا عند شنوى سالب اثنين بابسط طريقة انت حسنوا طريقة مقص واللي هي بالشكل التالي ان هذا الرقم الاثنين حيجي هنا والثلاثة هنا يكون مكانة اوكي فاش راح يصار عندك راح يصار عندك اثنين في موجب ثلاثة حيصار موجب ستة وثلاثة في سالب اثنين راح يصار عند شنوى راح يصار عند سالب ستة اذا هسا انا بهاي الصيغة كتبت مركب صحيح كصيغة اللي هو AL2O3 اللي هو مركب اوكسيد الألمنيوم خليت الشحنات وبديت وازنة الشحنات هسا صار عندي مركب شنوى مركب صيغة الكيميائية صحيحة جدا اللي هو AL2O3 كتبت المركب صحيح جدا هسا تعال لوازن للذرات اوكي الاليمنيوم اشقد بالمركب المفروض يكون ان اثنين هو هنا وحدة هنضرب هاي في شنوى هنضرب هاي في اثنين اوكي الاكسجين اشقد يا طلاب ثلاثة انا ما اخذ اثنين فشلون اخلص من هاي مدام يتريد انت رقم فرد يا طلاب يصير عنده ثلاثة على يمن ثلاثة على اثنين لان انا اريد ثلاثة مقابلها ثلاثة فالثنين هتروحوا لي الثنين يبقى عنده ثلاثة مقابل شنوى مقابل ثلاثة كذلك المغنيسيوم معامن مع الاكسجين اكتب اوكسيد المركب الناتج هيكون اوكسيد منوى اوكسيد المغنيسيوم اوكسيد المغنيسيوم يا طلاب اللي هو ام جي شنوى ام جي او ام جي او الاكسيد وين ما كان شحنته سالة بثنين المغنيسيوم شحنته موجة بثنين يحتاج لعملية موازنة من ناحية الشحنات لا طبعا ما يحتاج ليش لانه سالة بثنين مقابل ثنين يعنى نكاتب صيغة كيميائية صحيحة صيغة المركب صحيحة هسه تعال وازن من ناحية شنوى من ناحية الذرات انت رايد بالمركب ذرة مغنيسيوم وحدة هاي ذرة مغنيسيوم وحدة انت رايد بالمركب اوكسيجين وحدة هنا عندك اثنين فلازم تاخذ نصف شنوى لازم تاخذ نصف الاوكسيجين اذا ام جي زائد نصف الاو تو ينطيني ام جي شنوى ام جي او حديد زائد شنوى زائد اوكسيجين المفروض حينطيني اوكسيد العنصر اللي هو اوكسيد ال شنوى اوكسيد الحديد اوكسيد الحديد اللي هو اف اي شنوى اف اي او اف اي او زيان فانا من اجل الاوكسيد وينما كان سالة بثنين الحديد شحنته موجب اثنين يحتاج أوازن شحنات لا ما يحتاج أوازن شحنات لأنه سالب 2 مقابلها موجب 2 كمنا موازنة الشحنات تعال اخذ المركب وازنة على شكل ذرات حديد اريد بالمركب 1 هاي وحدة ماكو عندي اي مشكلة اوكسجين 1 وهاي عنده 2 فاريد المفروض 1 مقابل 1 اذا اخذ نصف شنوة اذا اخذ نصف الاوتو فانا جاي اكتب ف اي زائد نصف الاوتو ينطيني ف اي شنوة ينطيني ف اي او هذه المعادلات كلها يا طلاب اللي كتبناها هي معادلات احتراق مول واحد من عنصر الكاربون مول واحد من عنصر الهايتروجين مولين من عنصر منوة من عنصر الالمنيوم مولين من عنصر شنوة من عنصر الماغنيسيوم مول واحد من شنوة من عنصر الحديد من عنصر الحديد تمام طيب هسه أخذنا فكرة عن النوع الأول من عمليات الاحتراق اللي هي احتراق شنوى اللي هي احتراق إذا أخذنا احتراق فقط العناصر طيب النوع الثاني من عمليات الاحتراق يا طلاب واللي هو مهم جدا واللي أنت هوي حتستخدمه بالمحاضرات إن شاء الله القادمة اللي هو النوع الثاني من تفاعلات الاحتراق اللي نحتاجها معادلات احتراق المركب العضوي يا طلاب فكرة رقم واحد ما معنى المركب العضوي يعني ليه جاي أخصص المركب العضوي يا طلاب أي عنصر أي عنصر أو عفوا أي مركب يحتوي على عنصري الكاربون والهايدروجين المركب اللي يحتوي على عنصري الكاربون والهايدروجين سميناه مركب شنوى سميناه مركب عضوي يعني هذا يجعله يحتوي على عنصر ثالث غير الكاربون والهايدروجين يحتوي على أكسجين يحتوي على نايتروجين يحتوي على كبريت أوكي ما كفد مشكلة بس المهم أن المركب العضوي شرط متوفرات بعنصري الكاربون والهايدروجين سميته مركب عضوي إذا واحد يصير أسميه مركب عضوي لا طبعا ما يصير يعني لا فقط الهايدروجين ولا فقط الكاربون شرط أن عنصري الكاربون والهايدروجين اثنين هم متوفرات بالمركب أسمي هذا المركب مركب شنوى؟ مركب عضوي طيب آلية احتراق المركبات العروية طلاب أي مركب عضوي تحرق مع الأكسجين النواتج ثابتة بدون ما تسوي كل شيء اللي هن CO2 على شكل غاز وH2O على شكل سائل ظن نواتج ثابتة بحرق أي مركب عضوي يعني أنت بس لمجرد تجيب المركب العضوي حرقة مع الأكسجين أو فاعلة مع الأكسجين النواتج ثابتة CO2 مع H2O بس أنت تحتاج شرط رئيسي اللي هو شرط الشنوى؟ شرط الموازنة وانت ما يصير تكتب تفاعل بدون شنوى؟ بدون موازنة فشلون أسيطر يا طلاب هنا بس أخلي بالك وياي شلون أسيطر على عملية موازنة حرق المركبات العضوية وأكتبها بسهولة؟ أقول إذا ردنا نوازن نوازن أي مركب العضوي هو أنت حتتحكم بك ثلاث عناصر اللي هنا كاربون وهايدروجين ومنوة وأكسجين نبدي بموازنة الكاربون والهايدروجين يا طلاب ابتداء يعني نخلي الأكسجين آخر شيء فنبدأ بموازنة الكاربون والهايدروجين مين نوازنهن؟ نوازن من اليسار ككاربون وهايدروجين من اليسار باتجاه شنوى؟ باتجاه اليمين أما موازنة الأكسجين بالعكس تبديها من اليمين باتجاه شنوى؟ باتجاه اليسار أعيدها؟ أقول إحنا حتى نسيطر على موازنة تفاعل احتراق المركبات العضوية أول ما تبدأ بعملية الموازنة كاربون وهايدروجين وازنهن من جهة اليسار باتجاه اليمين مثل ما هل سحشوفين ويانا؟ وبالنسبة للأكسجين وازنة بالعكس من اليمين باتجاه شنوى؟ باتجاه اليسار أسأني أريد أكتب مجموعة تفاعلات تمثل تفاعلات مجموعة من المركبات العضوية مثلا الميثان يا طلاب وأريد أحرقه مع الأكسجين والناتج وأنا مغاممه CO2 زائد H2O بس علي طبعا الموازنة هذا المركب الثاني O2 ينطيني CO2 زائد H2O وانت جايش شوف أنه كل هاي المركبات هي مركبات عضوية ليش لأن كلها تحتوي على أنصري الكاربون والهايدروجين أريد أحرق المركب الثالث ينطيني أيضا CO2 زائد H2O المركب الرابع البانزين أريد أحرقه مع الأكسجين ينطيني CO2 زائد H2O لاحظ أنا جاي أحرق مول واحد من هاي المركبات مول واحد من هاي المركبات CH3 زائدا أيضا CH3OH زائد O2 ينطيني CO2 زائد H2O والمركب الأخير اللي هو الإيثانول مع الأكسجين ينطيني أيضا CO2 زائد H2O هسه لازم يكون عندك مبدأ عملية السيطرة على عملية الموازنة هسه لاحظ ويا يا طلب أول ما أبدي بعملية الموازنة بعنصر الكاربون إشقد ذرات الكاربون بالمركب العضوي اللي يا خرق الميثان ذرة كاربون واحده لاحظ إشقد طالعها هذه ذرة كاربون واحده إذن بما معنى الكاربون متوازن وحده طلعت عندي واحدة بالناتج أجيب بنسبة للهايدروجين إشقد يا طلاب عندك ذرات الهايدروجين أربعة المفروض يكونن بالناتج أربعة فهذا عندي أربعة إشقد طالع عندي بالناتج erradoعين إذن بما معنى pessoas אתה harقضب هذا المركب فيmanuelين فصارت عند اثنين في اثنين اربعة هيدروجين هاي عندك اربعة هيدروجين كاربون وحدة مقابل وحدة هسه خلصنا كاربون وهايدروجين نجي حتى نوازن الاكسجين بالعكس نوازنه من اليمين باتجاه اليسار اجي احسب بعدد ذرات الاكسجين بالناتج واخليها نفس العدد بالنسبة للمتفاعلات يا طلاب هاذج قد اكسجين هنا عنده بالمي واحد مضربة في اثنين هنا عنده اثنين وهذا عنده شنوان وهذا عنده اثنين تمام واحد في اثنين اثنين وهاي اثنين اذا بما معنى اربعة اكسجين بالنواتج المفروض يكونن اربعة اكسجين وين بالمتفاعلات فانت هسه عندك هنان اثنين يا طلاب شلو نسوي اثنين اربعة طبعا هتضربها بيش هتضربها في اثنين اذا صار عندي هسه عملية او تفاعل احتراق متوازن من ناحية ذرات الكاربون والاكسجين 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 مثلا نروح لي على المركب الثاني تبدي بيش تبدي بالكاربون كاربون شقد بالاثيلين هذا المركب اثيلين سي تو هنا شقد عنده بالنواتج واحد اذا بما معنى لازم اضرب هاي في شقد في اثنين حتى تصير واحد في اثنين اثنين ذرتين كاربون هاي مقابلها ذرتين كاربون شقد هايدروجين بالمتفاعلات يا طلاب اثنين هذا عنده شنوه هذا عنده اثنين اذا ما يحتاج عملية موازنة لانه اثنين مقابل اثنين بينما الكاربون كان الاثنين طالع عنده واحد ضربنا في شقد في اثنين نجي علي من على الاكسجين هناش عندي يا طلاب هذا عنده واحد اوكي بالمي ذرت اكسجين واحدة وهنا عنده اثنين في شنوه اثنين في اثنين اذا بما معنى واحد وهاي اثنين في اثنين اربع يا طلاب وهذا واحدة خمسة اكسجين اذا لازم اثنان يكونن ايضا خمسة شنوه خمسة اكسجين اثنين تقدر تضربها في رقم وتسوي لياها خمسة لا طبعا مدام احتاجية يا طلاب رقم فردي رقم فردي نفس الرقم الفردي قسمه اليمن على اثنين انت هسه محتاج خمسة تقول خمسة علي من على اثنين حتى تختصر هاي الثنين ويها هاي الاثنين وبالتالي يكون عندك خمس ذرات كاربون مقابل خمس ذرات شنوه خمس ذرات كاربون بس انت لا تختصر يا طلاب يعني هذا خليها خليها كاختصار نظري فقط بهالشكل هذا اوكي فصارت عندي عملية احتراق واضحة ومتوازنة من ناحية الذرات الكاربون والهايدروجين والاكسجين نجح الى المركب اللي بعده جقد يا طلاب عندي كاربون وغناء كاربون ميلاثه جقد طالع عندك من ناتج واحد إذن 그런 يعني أن الضرب في صدرات وثلاثه جقد هايدروجين عندي لا طلاب ثمانية، هذا عندي اثنين، سنضربها في اشجد بأربعة فصار الكاربون ثلاثه وهي واحد في ثلاثة ثلاثة اثنين في اربعة ثمانية ما يبقى عندي؟ يبقى عندي الأكسجين أجي يا طلاب أحسب بالنسبة للأكسجين 1 في 4 هذا عندي 4 2 في 3 6 إذن هناك 6 وإياها 4 10 أكسجين لازم هنا شي يكون 10 بيش نضرب الـ 2 ويصير عندي 10 حتى يصيرنا 10 مقابل 10 إذن 2 في شقد 2 في 5 إذا إحتاجت رقم زوجي ما رح يصير عندك شنوى ما رح يصير عندك كسر فإثنين في 5 عشرة هاي مقابلها شنوى 10 تمت عملية الموازنة على الكاربون والهايدروجين ومنوى والأكسجين البانزين يا طلاب 6 زائد أوتو إذن ذرات الكاربون 6 يا طلاب هذا عنده وحدة إذن بما معنى لازم أضرب هاي في شقد في 6 فصارت 1 في 6 6 هاي مقابلها 6 شقد ذرات الهايدروجين يا طلاب 6 واني عندي هنا اثنين إذن بما معنى لازم نضرب المي في شقد لازم نضرب المي في ثلاثة فيصير انا 2 في ثلاثة 6 هاي مقابلها 6 بقى عندنا من ويا طلاب بقى عندنا الأكسجين نحسب الأكسجين 1 في ثلاثة هاي عنده ثلاثة 2 في 6 هاي مقابلها 12 12 و 3 هاي مقابلها 15 أكسجين بالنواتج لازم 15 أكسجين وين بالمتفاعلة شوف انت احتاجت رقم فردي لـ 15 إذن 15 على اليمن على الثنين حتى الثنين سروح ويا من ويل الثنين يبقى عنده 15 مقابل شنوى يبقى عنده 15 مقابل 15 انتبه لي على هاي وعلى هاي مهمات جدا أجي أريد أوازن المركب أنا كاتب معادلة احتراق مول واحد من المي ثانول يا طلاب شقد عندي كاربون عندي كاربون وحده فقط بالمركب وحده لاحظ علي وحده إذن شقد صايرة عندي بالنواتج واحد إذن بما معنى ما تحتاج أي موازنة لأن كاربون وحده مقابل وحده زينا حسب لي هسه الهايدروجين مباوعت على ثلاثة ونسية هاي وحده ذن ثلاثة وهاي وحده يعني الهايدروجين بالمتفاعلات أربعة لازم يكونن أربعة بالنواتج ذن أربعة هذا عندي اثنين إذن بما معنى حضرب هاي في شقد حضرب هاي في اثنين حضرب هاي في اثنين إذن صار عندي صار عندي الهايدروجين اثنين في اثنين أربعة وهذا عنده مقابلها أربعة كاربون وحده مقابل وحده هسا نجي نحسب يا طلاب شنوان نجي نحسب الأكسجين الأكسجين واحد في اثنين هاي اثنين وذن ثنين أربعة إذن هنا عندك أربعة لازم يكونن شرط هنا شنوان أربعة مو شفت هنا أربعة رأسا قلت وبدون ما باوعت للمعادلة وإجيت قلت هنا ما دام أربعة ثنين في ثنين حيصير عندك شنوان أربعة لا لا انت انتبه انتبه شوية ما انت عندك هاي ذرة أكسجين منت هنا تحتاج أربعة أو هنا لازم شي يكونن لازم يكونن كذلك أربعة شنوان أو ما هذا عندي وحدة طالعة من الأربعة وحدة أوكي شقد بقيت بقيت ثلاثة إذن بقى رقم فردي فراح يصير ثلاثة على يمن على ثنين مين إجتها يا طلاب ما نجاي أقول محتاج أربعة أكسجين بالناتج أو عفوا اللي طالع عنده بالناتج أربعة أكسجين المفروض مقابلهن أربعة أكسجين فأنا مو أنسى هذا اللي قدامي موجودة هناك ما كان بهن أكسجين بس هذا المركب بأكسجين شقد عنده وحدة أنا أريد أربعة هنا هاي وحدة بقى عنده شقد ثلاثة ثلاثة رقم فردي صار صار ثلاثة على يمن على ثنين فراح تروح هاي ويا هاي يبقى عنده ثلاثة وهاي وحدة أربعة وبالجهة الأخرى أربعة بالنسبة المن بالنسبة الأكسجين كذلك باوعي للمركب الآخر كاربون بدين اثنين هذا عنده طالع وحدة إذن يا طلاب بما معنى شنوى بما معنى هاي لازم أضربها في اثنين حتى يصير واحد في اثنين اثنين هذا عندك شنوى عندك اثنين تابعي الهايدروجين بس خليك دقيق مثل ما قلت هنا ثلاثة وحدة أربعة هنا هم باوع هذا عنده خمسة وحدة يعني بما معنى ستة هيدروجين عنده بالمركب ذن اثنين إذن بما معنى لازم أضرب في شقد لازم أضرب في ثلاثة فراح يصير عنده اثنين في ثلاثة ستة وهي مقابلهم ستة خلصنا كاربون خلصنا هيدروجين بقعدنا الأكسجين أجي يا طلاب على الأكسجين واحد في ثلاثة هاي عنده ثلاثة ثنين في ثنين أربعة أربعة وثلاثة هيصير عندي سبعة أو وين بالنواتج المفروضة حقق نفس الرقم وين بالمتفاعلة أحتاج هدانهم سبعة ما روح أقول رأس المدامة رقم فرد سبعة علي من على ثنين لا تنسي أنت من السبعة طالع عندك هذي وحدة ذرة أكسجين فهاي عنده وحدة من السبعة شقد بقلي ستة إذن ثنين في ثلاثة ذن ستة وهي وحدة سبعة ذن مقابلهم شنوى ذن مقابلهم سبعة فأنت انتبه شوي علي من على المركب هاي كلها تفاعلات احتراق يا طلاب لمركبات عضوية شرط محتوية على الكاربون والهايدروجين موازنتها قلنا تبدي توازن كاربون بالبداية والهايدروجين من اليسار إلى اليمين أما الأكسجين توازن من اليمين باتجاه شنوى باتجاه اليسار صار عندي حرق للعنصر ينطين مع الأكسجين ينطين أوكسيد العنصر وشرط الموازنة حرق للمركبات العضوية جزء مهم وأساس وهو يتحتاج والجزء الثالث تقريبا والأخير يا طلاب اللي هي هذه المركبات اللي ما خاضع عندك لقاعدة عامة أو لقاعدة ثابتة ذنني الثنين يا راتلو تحفظ حفظ اللي هو شوف احتراق الكاربون مع من مع الأكسجين ينطي CO2 وكذلك احتراق مركب أحادي حسنا جاي آخر مركبات مو عناصر بس هاي المركبات مركبات غير مركبات غير عضوية ونحن سولفنا على احتراق المركبات العضوية طيب هذا المركب مركب غير عضوي ليش لأنه لو عضو كان يحتوي كاربون وهيدروجين هذا يحتوي على فقط شنوه فقط كاربون فيا طلاب احتراق أحادي أوكسيد الكاربون مع الأكسجين يكون لي CO2 شوف C زائد أو 2 ينطين CO2 وCO مع الأكسجين أيضا ينطين شنوه ينطين CO2 طبعا هو متوازن كاربون وحده لأنها وحده وعفوا الأكسجين ما متوازن هنا عنده اثنين المفروض أقول أن هاي شنوه هاي نصف ليش حتى تروح هاي مقابل هاي يصر عنده وحده مقابلها وحده ذن 2 وذن 2 شنوه ذن 2 أوكسجين ذن 2 أوكسجين أوكي فحرق CO مع نصف الأكسجين ينطين شنوه ينطين CO2 وهذا أيضا المركب الوحيد اللي هو بالمنهج قد يكون يرد بالوزارة وانت تحتاج تكتب معادلة شنوه معادلة احتراق يا طلاب CS2 يا طلاب مع الأكسجين كل عنصر هذا عند المركب اللي هو متكون كاربون وكبري يتلمى يحترق مع الأكسجين كل عنصر يتحد مع الأكسجين ويطلع على شكل أوكسيد هذا العنصر يعني C ويا أو 2 يطلع لعلى شكل CO2 و S زائد أو 2 يطلع على شكل S أو شنوه S أو 2 يعني حرق هذا المركب يكون عندي غازية الناتجين من عملية الاحتراق اللي هو CO2 و S أو 2 قلت حتى تحفظها بأبسط صورة كل عنصر بالمركب يتفاعل مع الأكسجين ويكون لي أوكسيد يعني C ويا أو 2 ينطيني CO2 S ويا أو 2 ينطيني S أو 2 بس نتخلي في بالك شرط الموازنة كاربون اش قد يا طلاب بالمركب اللي أنا ما أخذه وحدة المفروض تطلع وحدة إذن هذا مقابلها طالع ذرة أكسجين وحدة إذن الهايدروجين ما بأي عملية موازنة طيب الكبريت أخذنا من عنده 2 بالمركب من حرق نطلع عندي واحد على شكل S أو 2 إذن المفروض هذا حتى تتوازن لازم نضربها في شقد في 2 فيصير الكبريت 1 في 2 2 وهي قدامك 2 كبريت متوازن هالسوازن اللي من ويا طلاب بقت الفقر الأخير الوازن الأكسجين شقد عندي أكسجين 2 في 2 هاي عندي أربعة وهاي 2 6 يا طلاب فمثل ما أكو 6 أكسجين بالنواتج المفروض أكو 6 أكسجين وين بالمتفاعلات ف 2 هنضربها في شقد راح نضرب الـ 2 ثلاثة ستة أكسجين مقابلها 6 شنوة مقابلها 6 أكسجين ذني الـ 2 يا طلاب ذني الـ 2 مهمات جدا وهذا متكرر على مستوى سؤال ومثال ويرد بالوزارة هواي وهذا الاحتراق لأحادي أكسيد الكاربون أيضا تستغله في المعادلات باستخدام قانون هيس أو باستخدام قانون المجموع فخليه نظن في بالك وعيد كتابته المرة ومرتين البقية يخضع لعمليات الموازنة كمل هسا يا طلاب جزئنا الأول اللي يحكينا على تعريف حرارة الاحتراق وملاحظاتها مقارناتها ويدلتا HF القياسي وأهم نقطة راح نركز عليها بالجزء الثاني من المحاضرة أنه انت شلون تستفاد من معلومات الدلتا S وتحول ها إلى يعني أنا كطالب شرط أساسي المفروض مثل ما أعرف أكتب معادلات تكوين المركبات من عناصر ها الأساسية المهمة الرئيسية الثانية أنه أعرف أكتب معادلات احتراق عنصر مع الأكسجين وكون أوكسيد العنصر ووازن المعادلة مركب عضو احتراق مع الأكسجين وكون CO2 وإشتو كنواتج ثابتة ووازن المعادلة والجزء الأخير قلت لك احتفظ الذن المركبين اللي هن يعتبر من المركبات غير العضوية لأنه أنت ستستغلهن أو تستفاد منهم في بعض الأمثلة والتمارين خليك ويا إن شاء الله ونكمل جزئنا الثاني من المحاضرة نكمل محاضرتنا يا طلاب بمجموعة من الأمثلة والتمارين وأسئلة نهاية الفصل الخاصة بالموضوع مع بعض الأسئلة الوزارية اللي وردت حول الموضوع بمثال واحد إلى خمسة يا طلاب اكتب معادلة احتراق الكحول الأثيلي C2H5 أو H إذا علمت أن انثال بي الاحتراق أو حرارة الاحتراق القياسية للكحول C2H5 C2H5 أو H C2H5 أو H تساوي لسالب 1367 أهم نقطة يا طلاب لازم تعرفها من ننطيك قيمة انثالبي احتراق أو انثالبي تكوين أو أي نوع من أنواع الانثالبيات مثل ما حيرد بالدرس القادم اللي هو انثالب التغيرات الفيزيائية من ننطيك أي نوع من أنواع الانثالبيات هذه القيمة محسوبة لمول واحد أكررها لمول واحد أكررها لمول واحد يعني أنا من أقلك انثالبي احتراق الايثانول سالب 1376 يعني بما معنى هاي القيمة روح سوي عملية أو اكتب تفاعل احتراق مول واحد من الايثانول من أجي أخلي المادة المحترقة بالمتفاعلات C2H5OH هذا الكحول السائل أحرق مع الأكسجين ومثل ما تعلمنا هذا مركب عضو اليمبي كاربون وهيدروجين الناتج إلى يا طلاب CO2 زائد H2O على شكل غاز وعلى شكل سائل وهذا غاز الأكسجين اكتبت انت المعادلة روح كمل عملية الموازنة لاحظ كاربون عندي اثنين يا طلاب هذا طالع عندك وحدة يعني حضروا فيه شنو فيه اثنين هيدروجينات هذه خمسة وهذا وحدة ستة اثنين طالع بالناتج يعني اثنين فيه ثلاثة حتى يصير ستة مقابل ستة كمنا كاربون كمنا هيدروجين الأكسجين من اليمين إلى اليسار واحد اكسجين فيه ثلاثة هذا عنده ثلاثة اثنين فيه اثنين هذا عندي اربعة اربعة وثلاثة سبعة مثل ما اكو سبعة هنا بس لا تنس هذا وحدة من السبعة طالعة اذا نشقد بقالي بقالي ستة حتى يصير ستة ووحدة سبعة مقابل سبعة اذا اثنين فيه ثلاثة صار عندي ستة ووحدة سبعة وهي سبعة مقابلها وهي سبعة مقابلها هذا تفاعل احتراق الكحول الأثيلي يا طلاب دلتا اتش ار لهذا التفاعل نفس قيمة دلتا اتش سي للمادة المحترقة ليش لانه توفر الشرط الاساسي لتساوي انثال باحتراق المادة مع دلتا اتش ار اذا كان المحترق مول واحد معاني شرط اكتب معادلة احتراق مول واحد فاذا المحترق مول واحد مع كمية كافية من الاكسجين يعني دلتا اتش ار نفس قيمة دلتا اتش سي واثنينات هم سالب الف وستمية سالب الف وثلاثمية سالب الف وثلاثمية وستة وسبعين بوحدة كيلو جول لكل مول ليش قلت لكل مول لانه انا جاي احرق مول واحد لو ان معادلة التفاعل او معادلة الاحتراق اكثر من مول تكتب فقط كيلو جول بس اذا المعادلة اللي عندي احتراق مول واحد او تكوين مول واحد فاكتب كيلو جول لكل مول يا طلاب يعني انا هس اخلي هنا دلتا اتش ار اخليها دلتا اتش ار هي نفس المعنى دلتا اتش ار تساوي دلتا اتش لان المحترق مول واحد اكتب ابتمرين واحد الى ستة اكتب معادلة احتراق غاز البروبان سي ثلاثة اتش اذا علمت ان دلتا اتش سي للبروبان سالب 1219 اعيدها لما تنطيني حرارة احتراق اي عنصر او اي مركب يعني بما معنى حكت بدلالتها معادلة احتراق مول واحد من هذا العنصر او من هذا المركب اجيب المادة المحترقة سي ثلاثة اتش ثمانية لبروبان على شكل غاز يحترق مع الاكسجين مركب عضوي ينطين سي او زائد اتش شنو او غاز وعلى شكل ماء سائل وهذا الغاز مع من مع غاز شنو غاز الاكسجين يا طلاب اجي اوازن ثلاثة كاربون هذا طال عنده وحدة اذا بما معنى ظرف في ثلاثة ثمانية هايدروجين عند اثنين يعني في اربعة يصير عند ثمانية مقابل ثمانية احسب هسا الاكسجين واحد في اربعة هايدروجين اربعة واثنين في ثلاثة هايدروجين عند ستة ستة واربعة عشرة اكسجين لازم هناهم عشرة كل شيء ما طالع من العشرة اذا بما معنى خمسة في اثنين يصير عشرة اكسجين مقابل شنو مقابل عشرة هذا التفاعل بما ان بما ان المحترق شنو بما ان المحترق مول واحد مع كمية كافية من الاكسجين يعني حرارة الاحتراق نفسها دلتا اتش ار واثنينات هم يساوون سالب الفين ومئتين واتسعة عش كيلوجول لكل مول ليش جا يقول لكل مول لان المحترق او لان معادلة الاحتراق هي لمول شنو هي لمول واحد هي لمول واحد اذن انت بس سيطر على فكرة يا طلاب للانثال بالتكوين ولانثال بالاحتراق كررناها مرتين وثلاثة ونعيدها مرتين وثلاثة لانت تحتاج هاي السؤال بالعمليات الجاية من انطي اي نوع من انواع الانثال سواء انثال بتكوين لمركب معين انثال باحتراق لعنصر او مركب اي نوع من انواع الاربع اللي في انثال بالتغيرات الفيزيائية اللي راح تجينا كل قيمة محسوبة لمول واحد لمول واحد طيب بسؤال واحد وعشرين باسئلة نهاية الفصل يقول احسب انثال بالتكوين القياسي لل AL2O3 يعني نحسب لدلتا HF القياسي لهاي المادة وانثال بالاحتراق القياسي للألمنيوم يعني نحسب لدلتا HC القياسي المن للألمنيوم اللي هو AL في التفاعل التالي ألمنيوم الصالب يتحد مع الغاز الأوكسجين يكون لي شنوى يكون ل AL2 أو شنوى أو ثير يا طلاب هذا عندك التفاعل وطبعا احنا المفروض المفروض ناخذ قيمة دلتا HR هو من طين إياها للتفاعل المفروض دلتا HR هي تساوي لي تساوي لي سؤال عشرين طبعا هو هذا يا طلاب سالب هذا سؤال عشرين سؤال عشرين بأسئلة نهاية الفصل هذا التفاعل إلى قيمة دلتا HR تساوي سالب 3340 كيلو جول هذا التفاعل اللي قدامك إلى قيمة الإنثالبي إلى قيمة الإنثالبي يا طلاب تساوي لي سالب 3340 ريد نحسب قيمة دلتا HF القياسي للمادة AR2 أو 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 ثري وريد نحسب دلتا HC القياسي للألمنيوم للألمنيوم أسألك الآن السؤال يا طلاب هذا عندك تفاعل قدامك قدامك حسألك سؤاليا عالية أولا هل هذا التفاعل يعتبر تفاعل تكوين لأكسيد الألمنيوم جوابك راح يكون نعم تكوين أوكسيد الألمنيوم من عنصريه الرئيسيين اللي هم الأكسجين وشنوة والألمنيوم والألمنيوم إذن هذا التفاعل تكوين لأكسيد الألمنيوم من عناصره الأساسية ألمنيوم وشنوة وأكسجين طيب هل هل نقدر نعتبر أن إن ثالب تكوين دلتا أج أف القياسي للأير أو ثري نقدر نعتبر نفسه دلتا أج أف جوابك راح يكون كلا من نسألك ليش تقلي لأن المتكون لا يساوي شنوة لا يساوي مول واحد صحيح جاي من عناصر الأساسية بس لو كان المتكون مول واحد إذن من يحتاج حسابات يعني لو كانت المعادلة بها الشكل هذا لяд إن قلت لEvet بالمباشر أن دلتا أج أف تساوي دلتا أج أف وثنينات هم سالبة 3340 لكن يا طلاب هذا المتكون 2 مول إذن بما معنى أن دلتا أج أف القياسي لا تساوي دلتا أج أف القياسي وعليه راح يكون عندي قانون أن دلتا أج أف القياسي للمركب المتكون يساوي دلتا أج أف القياسي على عدد مولات المادة المتكونة سالب 3340 على عدد مولات المادة المتكونة ثنيا يطلع سالب 1670 كيلو جول هسه لمول شنوى لمول واحد لأن احنا إذا نطيناك دلتا اتش اف القياسي أو إذا طلبنا من عندك تحسبها فهي محسوبة لمول واحد إذا ليش ما تساون دلتا اتش ار ويا دلتا اتش اف لأن المتكون لا يساوي مول واحد. أسألك سؤال جديد على نفس التفاعل أقل لك أنت التفاعل اعتبرت انثال بتكوين قلت لي نعم لأن المتكون جاي من عناصر الأساسية. بنفس الوقت تقدر تعتبر أن هذا التفاعل تفاعل احتراق للألمنيوم قلت لي نعم لأنه الألمنيوم جاي يحترق مع الأكسجين ويكون لي ويكون لي أكسيد الألمنيوم ويكون لي أكسيد الألمنيوم إذن يا طلاب عندنا تفاعلات تخليها في بالك كل الزين هاي له جاية هي في نفس الوقت تعتبر معادلات أو تفاعلات تكوين وهي بنفس الوقت تعتبر معادلات احتراق تكوين المركب المتكون جاي من عناصر الأساسية احتراق لأن العنصر جاي يحترق مع الأكسجين ويكون شنوه ويكون المركب فهاي انتبه الهزين لأنها سأل اب نهاية المحاضرة سأسألك متى تتساوى دلتا اتش آر القياسي مع دلتا اتش اف القياسي مع دلتا اتش اف القياسي مع دلتا اتش استي القياسي يعني متى ثلاثة هين يكون نفس القيمة ستجاوبه اوكي إذن هسا التفاعل هو تكوين وبنفس الوقت تفاعل احتراق لكن انتشوف مطلبي أنا من يريد دلتا اتش اف للمركب المتكون بينما دلتا اتش سي للعنصر أو المركب المحترق فأريد أحسب دلتا اتش سي القياس الأ טוב أسألك هل يمكن اعتبار أن دلتا اتش سي القياسي للألمنيوم تقدر تعتبرها نفسها دلتا اتش آر القياسي تقول لي لا لا يمكن اعتبارهم متساويات ليش لو كان المحترق لو كان المحترق مو الواحد من الألمنيوم لكان قلنا أن دلتا اتش سي تساوي دلتا اتش آر لكن هنا فقد الشرطة الرئيسي للتساوي فبما أن المحترق لا يساوي مو الواحد إذن دلتا اتش سي لا تساوي دلتا اتش آر وعليه نحسب دلتا اتش سي القياسي للألمنيوم عن طريق دلتا اتش آر القياسي على عدد مولات المادة المحترقة بينما هنا عدد مولات المادة المتكونة يعني سالب 3340 مقسمة على عدد مولات المادة المحترقة أربعة وبالتالي سالب 805 و 30 كيلو جول لكل مول لأن هسه انت حسبت حرارة احتراق مول واحد لأن انت حسبت حرارة احتراق مول واحد فركز الاستفادية من هذا التفاعل الشغلتين عرفنا أنه أكو معادلات في نفس الوقت تعتبر هي نفسها معادلة تكوين وهي نفسها معادلة احتراق ما تتساوي انثال بالتكوين ويدلتا اتش آر لأن المتكون لا يساوي مول واحد ما تتساوي حرارة الاحتراق مع الدلتا اتش آر لأن المحترق لا يساوي لشنوى لا يساوي لمول واحد بسؤال 2019 دور أول يسألك ما هي حرارة الاحتراق القياسية دلتا اتش سي عرف ليها تمام وما هو الشرط الأساسي لتساوي انثالب التفاعل دلتا اتش آر مع انثالب الاحتراق القياسي دلتا اتش سي قلنا يا طلاب هي كمية الحرارة المتحررة من احتراق مول واحد من اي عنصر او شنوى او مركب حرقا تاما مع الشنوى مع الاكسجين حرقا تاما مع الاكسجين عند الظروف القياسية 25 سي لي زي وضغط واحد اي تي ام وتقاس بوحدة الكيلو جول لكل مول هاي النقطة الاولى تتساوي دلتا اتش آر القياسي تساوي دلتا اتش سي القياسي عندما شوكت يا طلاب عندما يكون عندما يكون المحترق مول واحد مع كمية كافية من الاكسجين مع كمية كافية من الاكسجين هذا سؤال 2019 دور اول هذا التفاعل وهذا العفوان هذا التعريف ومتى تتساوي دلتا اتش آر مع دلتا اتش سي جاي قل لك تتساوي عندما يكون المحترق مول واحد مع كمية كافية من الاكسجين بالفين وسبعة عشر دور الثالث يا طلاب يسألني لهذا التفاعل اللي هو نفسه هسه جاوبنا بس جاب لك على شكل تعليل مو حسابات ليش دلتا اتش آر القياسي لا تساوي لدلتا اتش سي يعني ليش حرارة التفاعل ما تساوي حرارة الاحتراق طبعا هو حرارة الاحتراق لمن يقصدها يا طلاب طبعا للألمنيوم جاي يسألك ليش دلتا اتش سي للألمنيوم لا تساوي لدلتا اتش آر للتفاعل بدون رقام ليش ما تساويها لأن لأن الجواب لأن المحترق لا يساوي مول واحد لأن المحترق لا يساوي مول واحد لو كان المحترق من الألمنيوم مول واحد لكان منتهين من عدها أن الدلتا اتش آر تساوي لدلتا شنوانا تساوي لدلتا اتش سي طيب 2017 تمهيد جارة بنفس التفاعل يا طلاب أن احتراق الألمنيوم الصلب مع غاز الاكسجين ينطيني اوكسيد الألمنيوم الصلب جاي يسألك علل دلتا اتش آر القياسي لهذا التفاعل لا تساوي دلتا اتش سي للألمنيوم ولا تساوي دلتا اتش اف لالالتو او شنوانا لالتو او ثري أقلنا بالنقطة الأولى دلتا اتش آر القياسي لا تساوي حرارة احتراق الألمنيوم لأن شنوانا لأن المحترق لا يساوي شنوانا لا يساوي مول واحد لا يساوي مول واحد وأقلنا بالنقطة الثانية أن دلتا اتش آر القياسي لا تساوي دلتا اتش اف القياسي المل للالتو او ثري ليش لا تساويها لأن المتكون لا تخلط بين الثنين بين احتراق أنت مرة سولف على احتراق ومرة سولف على تكوين من سولفت على أن دلتا اتش آر لا تساوي حرارة الاحتراق جاي تحكي على الألمنيوم من سولفت على أن دلتا اتش آر لا تساوي دلتا اتش اف جاي تحكي على أكسيد الألمنيوم شرط عدم التساوي ليش لأن المتكون لا يساوي مول شنوانا لا يساوي لمول واحد لأن المتكون لا يساوي لمول واحد هنا سألتك بختام المحاضرة يا طلاب متى تتساوي دلتا اتش آر القياسي مع دلتا اتش اف القياسي يا طلاب يتساوي ثلاثتهم في حالة إذا كان المتكون من المركب مول واحد والمحترق مول واحد والمحترق مول واحد عزز ليها مثلا المثال يعني يا طلاب سألوا انطيتك تفاعل قلت لك سي زائد او تو ينطيني سي او تو دلتا اتش آر القياسي لهذا التفاعل سالب ثلاثمية واربعة وتسعين كيلو جول لكل مول مثلا قلت لك اتش تو زائد نصف او شنوة او تو ينطيني اتش تو او دلتا اتش آر للتفاعل تساوي لسالب ميتين وستة وثمانين كيلو جول لكل شنوة كيلو جول لكل مول انتهت اذا تباو على المعادلة طبعا هاي على شكل غرار ذيت وهاي غاز وهاي شنوة غاز غاز الهايدروجين مع غاز الاكسجين مثلا ينطيني شنوة ينطيني سائل المي هذا المعادلة الاولى يا طلاب وهذا المعادلة الثانية لو سألتك على المعادلة الاولى هي معادلة احتراق اتقل لي نعم لانه الكاربون جاي يحترق مع الاكسجين ويكون ثناء اوكسيد الكاربون طيب جيد جدا لو سألتك على المعادلة نفسها الاولى هل تقدر تعتبرها معادلة تكوين هتقل لي نعم لان المتكون سي او تو جاي من عناصر الاساسية اللي هو الاكسجين والكاربون اوكي فبما ان المحترق مول واحد والمتكون مول واحد اذا انا حكيت على المتكون فهنا المفروض ان دلتا اتش اف القياسي الا هي نفسها دلتا اتش ار القياسي يعني انا سألو قايل احسب دلتا اتش اف القياسي للسي او تو تقل لي نفسها دلتا اتش ار القياسي واثنيناتهم سالب 394 كيلو جول لكل مول من اسألك ليه اش تقل لي ان المتكون مول واحد وجاي من عناصر الاساسية طيب احسب لي دلتا اتش سي القياسي للكاربون هتقل لي بما ان المحترق مول واحد مع تمية كافية من الاكسجين اذا بما معنى ان حرارة احتراقه هي نفسها دلتا شنوى نفسها دلتا اتش ار اذا يا طلاب هنا بهاي المعادلة دلتا اتش ار هو نفسه دلتا اتش اف للسي او تو لان المتكون مول واحد وجاي من عناصر الاساسية وبالتالي اذا دلتا اتش ار تساوي لدلتا اتش اف اثنيناتهم يساوون دلتا اسي المن للكاربون لان المحترق من الكاربون مول واحد فهاي المعادلة هي بنفس الوقت احتراق للكاربون وتكويل للسي او تو وعليه أن المحترق مول واحد والمتكون مول واحد يعني دلتا أسي للكربون هي نفسها دلتا أش أفلسي أوتو هي نفسها دلتا أش آر للتفاعل بشكل عام وثلاثتهم سالب 394 كيلوجول لكل مول هذا التفاعل نفسه تماما هو تكوين نعم تقول لي تكوين للمي من عناصر الأساسية أشتو وأوتو وتكوين مول واحد هي حرارة احتراق نعم هي حرارة احتراق مول واحد من الهايدروجين مع كمية كافية من الأكسجين لتكوين المي إذن دلتا أش أف القياسي للمي ياطلاق هو نفسه دلتا أش آر القياسي ودلتا أش سي القياسي للهايدروجين هو نفسه دلتا أش آر القياسي ليش لأن المحترق مول واحد هنا ليش مستاوي لأن المتكون مول واحد إذن عليه راح يكون لهذا التفاعل حرارة احتراق الهايدروجين ونفس حرارة تكوين المي وهو نفسهم دلتا أشار القياس وثلاثتهم سالب 286 كيلوجول لكل مول أتمنى تكون اليوم المحاضرة استفاديت ومنعدها يا طلاب وقلت لك هاي المواضيع أنواع الإنثالبيات تعتبر مهمة جدا فهمها بالنسبة للفصل الأول لحد هنا انتهت محاضرة نا طلاب رقم 6 والتقيكم إن شاء الله بمحاضرة رقم 7 اللي هو في النوع الثالث من أنواع الإنثالبيات اللي هي إنثالبي التغيرات الفيزيائية